اشتركوا في القناة من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 لافتاً إلى أن هذا القرار المبارك جاء حافظاً لشعيرة الحج وملبياً لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية وداعماً لمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء العالمي وقال معليه إن مملكة البحرين إذ تأكد وقوفها ودعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات تضمن سلامة وأمن الجميع بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام على وجه الخصوص فإنها تقدر عالياً هذا القرار الذي يأتي متوافقاً مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال مشيراً إلى أن الحفاظ على تلك الضرورات من أسباب استقامة المصالح ويتم ذلك بإقامة أركانها ودفع أي ضرر يمسها أو أي خلل يطالها ورفع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شكره وتقديره وامتنانه إلى خادم الحربين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هذا الإجراء الاحترازي الحيوي الذي يحفظ لضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم مثمناً جهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام والعناية بهم على الأصعدة كافة بما يوكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة